موسيقى مشاهدينا الكرام في كل دولنا العربية كل عام وأنتم بألف خير يارب يكون عيد الأطحى المبارك عليكم بكل خيره ويكون فيه كده سعادة في كل دولنا ويتم علينا بخيراته كلها كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وانت طيبة يا لانا كل سنة وانت طيب يا خالب طيبة يا شفكي لانا وأحمد في العراق كل عام ومصر بخير أردن النشامة بخير عراق الإباء بخير بلادي فلسطين الواقع تحت سقف اللهيبي والنار بخير إن شاء الله وزي ما حكى أيضا زميلنا خالد إنه أمنياتنا إن شاء الله إنه يعم الوطن العربي خرطت الوطن العربي كل ياتها تنعم بالخير والسلام في العيد في مصر بالتحديد العيد عيدين اليوم مشاهدينا رح نحكي عن ثورة 30 يونيو ثورة تتحدث عن إرادة شعب لاستعادة أرضه ووطنه حقيقي العيد ده بالنسبة لنا يمكن عيد مختلف 30 يونيو يوم كله بهكة يوم شارك فيه كل أطياف الشعب المصري يعني ما فيش حد لما بنكلم مشاهدينا إلا حتلاقي عنده مشهد أو ذكريات أو عمل إيه أو راح فين العيلة كلها كانت موجودة في الشارع المصري المصريين نزلوا تحديدا في اليوم ده وهم يعني لو أنت كنت سألت أي مصري يوم 30 يونيو أنت راجع إمتى يقولك لما رجع مصر دي كانت الجملة والحقيقة قوتهم وثبتهم ويقفهم في الشارع هو اللي رجع مصر زي ما هي الآن بسلام وأمين بدي أبدأ من حيث انتهيتي شافكي وأنا أستعيد الشريط الذاكرة المشهد لم يكن عادياً كان استثنائياً بكل المقاييس هذه الملايين اندفعت نحو الشوارع لم تقودها غرائزها بل قادتها يقينها بضرورة تغيير الواقع الذي كانت تعيش مصر هذا الشعب ما نزلش على الشوارع عشان يدافع عن شي ذاتي نزل يدافع عن تاريخ مصر عن منجزها التقافي والحضاري والتاريخي هذا الشعب نزل يدافع عن الفكرة والمعنى والمثل بالتالي إحنا في هذه المناسبة وإحنا بنحكي عن 30 يونيو وأنا بدي أقدم تهنئة وإكبار لكل مصري ومصرية في هذه المناسبة عارفين كنت عايزة أسألكوا كنتوا بتتبعوا الشاشات وقتها طبعاً أنا جيت أنا كنت هون إنت جيت أولانا ونفس الشيء إحنا كنا منتابع يعني وخاصة يمكن أنا كمان دراستي سياسة فكتير بهتمكن في هذا الشأن شوفي شافكي ما يميز دايماً مصر بأنه شعبها على قلب واحد طبعاً مصريين ولازم مصر تعود إلى الروح المصرية اللي اتعود الشعب عليها وهذا كان سبب من نجاح ومفاتيح نجاح الثورة نفسها كمان أنا بدي أجاوب على سؤالك بطريقة أخرى أولاً مصر كما قلنا في البداية هي المرجع هذه حقيقة هي الدخور هي المرجع الاستراتيجي لأي إشكال عربي هذه قصة محصومة المسألة الأخرى أن كل عربي يشعر مش يشعر لديه كامل القناعة بأنه إله حصة في مصر طبعاً والمسألة اللي مفيش فيها أي شك يعني أنا أدعو الباحثين الآن في هذه المناسبة إنه إجروا باحث ما بتلاقي بجوز مواطن في كل حواضر العرب ما كانش تابع الشأن المصري على مدار الساعة كما لو كان شأن محلي يخصه على نحوه خاص أكيد يا خالد أنا متأكدة إن كان فيه إحساس حلوة يعني موجود في قلوب كل الأشقاء العرب وكان عندهم وحدة حلوة مع الشعب المصري أنا متأكدة تماماً من ذا صحيح يا شافكي وإحنا اليوم بدنا نشوف هذا التقرير التقرير نشوف مصر وين صارت بعد عشر سنوات أكيد التقرير رايح يشتكم مشاهدينا في كل أنحاء الوطن العربي حتى نشوف في هالعشر سنوات قصة إنجاز ونجاح يا محروصة بسير شاطر وسبحة سعلي كمين ومن فوق السماء السابع حميكي رب العالمين من الضل ومن الخيني ومن الخلق اللي بيه أهليكي ما تسوسة يا محروصة يا محروصة يا محروصة بسير شاطر وسبحة سعلي كمين ومن فوق السماء السابع حميكي رب العالمين من الضل ومن خيني ومن الخلق اللي بيه أهليكي ما تسوسة يا محروصة يا محروصة محروصة وطول عمرها كبيرة بنسها ونلها وتاريخها عد عليها كتير بس دايما بتخرج من الأزمة أقوى من الأول مصر بتبني دولة قوية دولة حديثة واللي بيحصل على أرضها النهاردة ما حصلش من أكتر من مية وخمسين سماء طرق وعنفاء وكباري موسيقى كل القرى بتتطور والعشوائيات بنقضي عليها تماكن كتيرة بتتطور وتتحدث عشان يرجع لها رونقها موسيقى بنبني مدن جديدة بطول مصر وأرضها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مصر عندما لفظ من أرادوا اللعبة بأمن مصر ودورها ومكانتها صحيح يا خالد ومشاهدين كان المشهد رهيب في هذا المشهد تكاتفت القيادة المصرية مع الإعلام ووسائل الإعلام المصرية كافة سواء كانت مقروئة أم مرئية أم مسموعة استطاع الإعلام المصري أن يلعب الدور الأكبر في تلك الثورة فنجح بإيصال تلك الرسالة وتلك الصورة للعالم أجمع طبعا زي ما قالت لانا وزي ما قال خالد الحقيقة ضيفنا اليوم هو كاتب صحفي كبير وإعلامي ولكن أعتقد في هذه المرحلة تحديدا هو مواطن مصري ما الذي حدث وماذا قال وماذا رأى في الشارع المصري منورنا دكتور محمد الباز مساء الخير أهلا بك مساء النور وأهلا بحضراتكم يعني أنت بقى هنا كمواطن مصري قضيت اليوم إزاي؟ ولا كان كله متداخل مع بعضه؟ لا أهو 30 يونيو والحياة مش يوم ومش يوم طبعا يعني مش مجرد يوم يعني أنت بتكلمي عن أحداث وتعقبة متتالية كل حدث بيسلم لي الحدث اللي بيليه الحياة شهور كان فيه شهور من الأعلان الدستوري لحد ما وصلنا لي ما يمكن أن نسميه الحدث الأعظم يعني لأن الحقيقة في التقدير العام أن ما حدث فيه 30 يونيو هو معجزة بكل المقيس يعني ما كان أحد يعتقد أنه يمكن أن ينتهي هذا الكابوس سريعا يعني كان ناس كتير جدا بيتمنوا أن ينتهي حكم هذه الجماعة أن يتم استرداد مصر مرة أخرى لكن الأمنيات لا تكفي أو يعني كان لابد من فعل لما حدث الفعل الحقيقة ناس أدراك أنا بحكيلي على الفعل ده في نفس اليوم أنا عارفة كلنا كنا في حالة ترقب و بننزل قبلها و بنطلع و بنتابع و موجودين على الشاشة و أنت موجود في الجورنال يعني اليوم بقى نفسه مش سيئ نحن كنا في 30 يونيو قبل 30 يونيو كان فيه تخوف شوية أن الناس ما تكونش الاستجابة على نفس قدر الحماسي الموجود في الشارع يعني نحن كان فيه مؤشر أنه حركة تمر لجمعت لما أعلنت أعلنت أنها جمعت أكثر من 24 مليون توقيع من المصريين لسحب الثقة من الرئيس و كان 24 مليون دول أكبر من الاتنين المرشحين للرئاسة في 2012 حصلوا عليهم فالإعلان ده خالها ناس كتير تقول خلاص ما هو يبقى كده كل اللي توقع على الاستمارة يبقى هينزل الشارع لكن الحياة وردو يعني الناس كانت متشكية كان ممكن تمضي على استمارة و أنت في مكتبك لأنه كان التوقيع على الاستمارات دي و على فكرة دي فكرة مصرية قديمة ما كانتش جديدة يعني حصلت أول مرة لما عبدالله النديم جمع توقعات لأحمد عربي عشان يتحدث باسم المصريين يعني من 1882 وبعدين حصلت مرة تانية لما تم جمع توقعات لسعد زغلول عشان هو يمثل الأمة المصرية ففكرة جمع التوقعات ما كانتش فكرة جديدة لكن الرهان كان على تفعيلها مرة أخرى آه على الناس فكان الفكرة أنه طيب هل كل واحد وقع على استمارة هينزل يشارك في الشارع خاصة أنه كان فيه ضربة استباقية من الجماعة لأنه هما بدأوا الاعتصام فيه ربعة يوم واحد وعشرين يونيو صحيح قبل يوم تلاتين يونيو بحوالي تسعة أيام صحيح وكان الخطاب اللي على المنصة كله يعني اللي هو وصل لي زروته باللي كان قاله طرق الزمر وقتها لما قال إيه يهددوننا بتلاتين ستة ونحن سنسحقهم جميعاً صحيح ودول كانوا أبناء جماعات متطرفة ولهم ثوابق في العنف صحيح وكان فيه تهديدات أخرى مثلاً زي صفة حجازي لما قال اللي يرش فلان بالمية هنرشه بالدم فكان فيه تخوف أنه اللي وقعوا على استمارات ينزلوا الشارع الحقيقة أن كل هذه التخوفات زالت مع الساعات الأولى اليوم تلاتين يونيوون تلقيت الشعب المصري يسحف للميادين وكان المؤشر المهم كمان أنه كان في الفترة اللي هي أعقابة 25 ينار كان فيه حاجة اسمها حزب الكنبة طبعاً في المصريين كمان يعني اليوم لقطات دمها خفيفة خدوا الكنبة لا حزب الكنبة دول الناس اللي هم عاديين في البيوت مشاهدين ما لهمش علاقة بالأحداث يعني هم عاديين يتفرجوا فكان ناس يقول أنه يعني مش هينزلوا فكان فيه عيلة خدت شلت الكنبة من البيت ونزلوا بها بالشارع وقعدوا فلما قلنا وقتها حتى أن هزب الكنبة نزلوا في يوم الحقيقة يعني هو بيجسد فكرة أساسية كان عند الشعب المصري بشكل أساسي أنه هو شعب عنده قدرة على إدراك لحظة الخطر الحقيقي وصفت في بداية حديثك ما جرى بالمعجزة هذا يذكرني بمقولة للرئيس أبو مازن في بداية الأزمة قال اليوم الشعب المصري صنع معجزة وفي حينه فاخر أبو مازن بأنه عمل وقت الثورة وزير لخارجية مصر أنا بسؤالي أنه وقد تعاضد العرب كلهم نخابهم الثقافية نخابهم الاجتماعية قياداتهم الشعوب العربية بلا سثناء وقفت مع مصر لإدراكها بما تمثله مصر كما أسلفنا في البداية من عمق ودخر استراتيجي لكل حوادر العرب كيف نعكس ذلك لصالح يعني استرداد مصر عفيتها في حينوة وحتى في وقتنا الحالة طيب خليني أخذ من كلامك موضوع ممكن يكون جدير بالنقاش فضل وهو أنه التكاتف العربي لأنه ما قام به للرئيس أبو مازل منه يعني يتحول إلى وزير خارجية لمصر لأنه الحقيقة حصل نوع من التشويه الكامل لما حدث على الأرض يعني كان فيه أنظمة الجماعة طبعاً ثم فيه أنظمة ثم فيه أجهزة الخبرات صورت الأمر على طول أنه ده انقلاب عسكري وأنه ده انقلاب على الرئيس الشرعي وكان من الضروري تبقى فيه شخصيات لها ثقل دولي تتكلم مع العالم فيه شخصيات مصرية عملت ده لكن تقريباً كل الحكام العرب يمكن باستثناءات بسيطة جداً كلهم لعبوا هذا الدور وهم يشرحوا لكن هذا التكاتف في تقديري إنه 30 يونيو لم تكن إنقاذ لمصر فقط يعني 30 يونيو فيه الحقيقة كانت إنقاذ للدول العربية للشرعية الوطنية في الدول العربية دي نقطة هقولها لحضرتك لكن الأول إنك إنت كنت ما كنتش بتواجه جماعة محلية يعني هذه الجماعة التي وصلت للحكمة في مصر بقى سليب مختلفة ليست جماعة محلية أنت كنت بتتكلم عن جماعة عندها تنظيم دولي هذا التنظيم دولي استقر له الحال إنه يسيطر على الدول الصلبة اللي هي فيها القوة الصلبة يعني اللي هو بتكلم خلاص جاي من تونس على ليبيا في مصر وبعدين في سوريا تأسيس ده ثم يتحول مرة أخرى إلى الممالك العربية في الخليج حتى يكون هناك تمويل للدولة الكبرى اللي هو عايز يعملها فكان في مخطط الدول العربية كانت على دراية جيدة بيمكن على ذكر طبعا الرئيس أبو مازل وهو لم يتردد إن يقول هذا الكلام وكان ده عامل مهم جدا من عوامل إنه المصرين يخرجوا على هذه الجماعة على إنه المصرين والعرب عموما فكرة التفريط في الأرض دي أمر صعب يعني طبعا وكان هنا الرئيس أبو مازل وقابل محمد مرسي وأحمد مرسي كلموا على مشروع الدولة اللي هي في سيناء إنه نحل المشكلة وإنه هو وافق وطلع الرئيس أبو مازل ما أعلنش ده صحيح وقتها بشكل علني أو رسمي لكن قالوا لعدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين المصريين وهم تولوا إنه هما يقولوا هذا الموضوع فكانت إنقاذ الأول للعرب في مواجهة هذا التنظيم اللي هو عايز يسيطر على الكل ثم لنقطة لحدتك قلتها ودي مهمة جدا فكرة تعزيز الوطنية فكرة أنت مش قدام جماعة بتقول إنه يعني الحدود دي مفيش حدود وإنه الأوطان يعني مجرد تراب عفن فيش قيمة ليه ولا قيمة للعلم ولا قيمة للنشير صحيح صحيح فكانت تأكيد لا ولذلك يمكن دولة 30 يونيو مثلاً اللي بتأسسه لما بتكلم مثلاً عن سوريا أو بتكلم عن ليبيا أو بتكلم عن السودان تعلي من شأن الدولة الوطنية الدولة الوطنية اللي فيها مؤسسات اللي يعني تحكمها هذه المؤسسات فكان ده البعد اللي كان طبيعي تتدفق على طول تتدفق البيانات اللي بتعلن موقفها من 30 يونيو حصل في السعودية حصل في الإمارات السعودية كمان كان لها موقف عظيم جداً سواء من الملك عبدالله وقتها أو حتى وزير خارجية السعودية وقتها لأنه كان فيه اجتماع في باريس كان هيطلع قرار من الاتحاد الأوروبي ضد ما حدث في مصر ويمكن وزير الخارجية السعودي يعني كسر الإشارة عشان يعني يلحق هذا الاجتماع عشان يبين الصورة عشان يوصل ما حدث بشكل دقيق للمجتمعين دول فصل ونعود بعده لمتابعة هذا الحوار مع الدكتور محمد الباز الكاتب الصحفي موسيقى 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 الآن القيادة المصرية أخذت هذا القرار بكل حكمة لأنها تعي أبعاده ليس فقط على مصر وإنما على الأمة العربية بشكل كامل وفي نفس الوقت كانت إرادة الشعب المصري بإيمانه بقضيته وهدفه وحق تقرير مصيره وبالتالي حبه لأرض مصر ومستقبل مصر الآن نجحت لكن الدور الآخر على الجانب الآخر هي وسائل الإعلام المصرية وين المفاتيح النجاح فيها حتى أنها تبرز فعلاً ولعبة الدور في إدارة تلك الأزمة وترويجها للعالم أجمع يعني كانت مصر قصة نجاح على فكرة للعالم من خلال وسائل الإعلام المصرية خلينا أقول لحضرتك أنه الأول تعليق على فكرة الإيمان الشعب المصري بقضيته والليبان في 30 يونيو بشكل أساسي فيه سمة أساسية عند الشعب المصري ويمكن الجميع يرصدها أنه هو يمكن أن يصبر على الأزمة يعني لما يبقى فيه أزمة فيصبر عليها ويصبر طويلاً عليها لكن هو الشعب المصري لا يصبر على من يستخفله يعني لما يبقى فيه حد بيستخفله وهو كانت هذه الجماعة بتستخفل الشعب المصري يعني بتروج أشياء كثيرة ليست حق القيم أنا بدي أتوقف دكتور عند هاي النقطة أنا لما يسألونا برا أنه يعني كيف مصر وإشيء إحنا لما نيجي هنا ومنصور فأنا بظل أحكي ما يميز الشعب المصري انتقده في أي شيء بس ما تنتقدش مصر صحيح لا لا صحيح وبيبقى هو ممكن هو لا ده بالأكتر يعني هو ممكن ينتقد الأحوال وينتقد الأوضاع وتعسي أنه ناقم لكن في لحظة معينة إذا تعرضت البلد لأي أزمة أو لأي اعتداء أو لأي تهديد بتلاقي الناس يعني بتخرج بشكل عارف علاقة المصريين بمصر زي علاقة الأم كده اللي هو يقولك إيه قادي على ابني واكره هليقول أمي مرحبش حالي بزبطة أوه بزبطة يعني نقول كتير لكن لما يبقى وده اللي حصل في 30 يونيو تحديدا لكن لو جيت للإعلام وده كلام أعتقد أنه لازم يتقال يعني لأنه الإعلامين في مصر والمثقفين والفنانين الحقيقة أنا كنت بعتبر أنه هم رأس حربة في هذه الثورة من الأساس لأنه الفكرة أنه كانت في جماعة بتقول إن إحنا بتوع ربنا وإحنا يعني دفعنا تمن وإحنا مدربين وإحنا بتوع الإسلام فكان لابد من كشف أو رفع هذا الغطاء لأنه المصرين والعرب عموماً وعنصر الدين بيلعب معهم بشكل كبير جداً فكانت مهمة الإعلام والثقافة والفن يعني مهمة ضخمة جداً لأنه هو لازم يتصدى لهذه الأوهام ويكشفها للناس والناس تعرفها فما كانش كافي إنه الإعلام يكتب أو يقول وما كانش كافي إنه الفنانين لأ كان لازم ينزلوا الشارع ولذلك مثلاً أنا بعتبر أنه نقطة فاصلة في هذه الثورة وفي نجاحها الاعتصام اللي عملوه الفنانين والمثقفين كان يوم 5 يونيو اللي هم منعوا وزير الثقافة الإخواني من دخول مكتبه وده كان اللي هو ناس كتير ما كانش متخيلة إيه اللي بيحصل على الأرض لأنه أنت بتكلمي عن قامات ثقافية مصرية وعربية يعني في مقدمته نسمع الأستاذ بقى طاهر بنفسه وهو يعني في سنواته الأخيرة وكان مريض وأستاذ سيتحجاب يعني أسماء زي بتقول من العيار السقيل رايحين بنفسهم عشان يعتاصموا لأنه هم شعروا أنه في حالة اختطاف كامل أنا بعتبر الإعلام أنه وكأنه زي قوات القوات اللي هي في أكتوبر المدفعية لما دربت يعني اللي هو دخل ومهد الأرض تماما للناس لأنه في سنة كاملة كانت فيها كشف واضح جدا وتصدي لهذه الجماعة في إعلام يعني توطأ طب أنا هنا عندي نقطة استأذنك فيها أنا معك جدا طبعا كلنا كنا بنعمل في مجالات مختلفة محطات مختلفة أنا كنت موجودة في محطة يعني إحدى المحطات العربية في المدينة وكان فيه احتجاز أمام المدينة طيب معامل للتصام كنا بنطر من الصور عشان تأخلي الستوديو بتاعك أنا هنا عايزة أسألك وطبعا أكيد حضرتك الساقة دي جت لنا منين يعني بكل الإعلاميين بكل الأولى ما كانش فيه خوف ما كانش فيه قلق الإعلاميين كانوا بيشتغلوا وكان لنا كلنا عاملين اتفاق واحد رغم أنه وزير الإعلامي اللي كان موجود أخواني وزير الثقافة أخواني لا وهم عندهم ميليشيات ممكن يقوموا بتصفيت أي حد خارج القانون بشكل عاد جدا ليه ما كانش الإعلاميين بيخافوا وكانوا حاسين أن هما رمانة الميزان بالنسبة للرجل اللي في البيت طول ما هو شايفنا في الستوديو ووقفين وقعدين أنا قلت من شوية الفكرة الأساسية اللي هي محتاجة مزيد من الدراسة اللي هو بتقدر تقولي إيه أو أعتبريه سر من أسرار الناس في مصر يعني أنا هقولك على سبيل المثال من 30 يونيو الحد الآن كام مرة كان فيه دعوات للخروج من الإعلام المعادلة كتير صحية ودعوات للخروج مشفوعة بأنه فيه خطر وأنه البلد نهرت والبلد ضاعت واختاروا كذا معاهد لكن لكن ليه الناس ما بتخرجش مش عشان خايفين من حاجة ولكن هو مش حاسس أنه فيه خطر حقيقي يعني حاسس لكن في 30 يونيو ليه الناس ما كانتش خايفة الإعلاميين كمش خايفين المثقفين ما كانوش خايفين لأنه هو حاسس بخطر حقيقي على على الدولة المصرية ككيان خلي بالك مصر بالنسبة لناس مش حدود حتى لكل مش حدود يعني مش حدود جغرافية آآ لكن معنى ولذلك الناس كانت خايفة على هذا المعنى كل أنا بس أنا بعمل بعمل برنامج الشاهد بسجل شاهدات على كبير من من يعني الكتاب والمثقفين والساسين على 30 يونيو اللي بيجمع بينهم يقولك إحنا كنا خايفين مصر تضيع صح فكرة تضيع دي مش هتضيع حدود طبعا لكن تضيع معنى أو أنا نازل عشان أرجع مصر بالظبط كان المعنى ده إنك نرجع مصر موجودة يعني ففكرة عدم الخوف عند النخب دي رغم ليه نخب ممكن الإعلاميين والمثقفين والفنانين في أوقات مثلا يؤسروا السلامة يعني صحيح يعني أحيانا الفنان تحديدا ما يبقاش حابب أن يقول رأيه السياسي عشان ما يخسرش جمهور معين لكن كان فيه وضوح في الرؤية إنه ده خطر بيهدد كل حاجة يعني بيهدد الفن بيهدد الثقافة أو هو بيهدد مصر الحقيقية مصر الحقيقية بالمناسبة مش المصانع على أهميتها ولا الأرض اللي بتتزير على أهميتها ولا مصر الثقافة لا الثقافة والفن واللي هو الأصل الآن يعني حتى أنت بتلاقي في دوائر معينة لما بيجوا يحتفوا بالفن أو يقولوا إن إحنا بنقدم فن بتلاقي التراث المصري هو في القلب هو في الأساس فكانت النقطة دي اللي أقول لك إيه؟ هما الجماعة بالمعنى الشعبي يعني يعني هما بالضبط حطوا الشعب فيه خانة اليك يعني اللي هو قتل يا مقتول وخلوا المعركة صفرية مع الشعب المصري يعني إما إن الجماعة تسيطر بشكل كامل والبلد ساعتها بقى مصر تتحاول لبلد منبوزة بقى تبقى بلد زي أنظمة كتير سيطرت عليها مثل هذه الطيارات فتبقى بلد منبوزة أو إن تستردي يعني هويتك تاني وشكلك الطبيعي تاني إحنا راح نشوف تقرير هذا التقرير مشاهدينا يتحدث عن علاقة حب وسلام من البتراء حتى الإهرامات فمصر بعيون أردنية من خلال هذا التقرير مساء الخير مشاهدينا من استوديوهات التلفزيون الأردني مساء الخير لكل الوطن العربي عبر برنامج بيت للكل طبعا عطفا عما تحدثنا به داخل الاستوديو اليوم من استوديوهات التلفزيون الأردني سنصلت الضوء على العلاقات الأردنية المصرية وهي العلاقة التي تقدم كنموذج للعلاقات العربية العربية المتميزة الناجحة هذا لم يأتي من فراغ إنما جاء من إرادة القيادتين للدولتين وأيضا هناك تعاون على كافة المستويات شهدت نجاحا كبيرا سواء كانت على المستوى السياسي أم الاقتصادي أم الثقافي وغيرها العلاقات الأردنية المصرية سنتحدث حول هذا الموضوع فاسمحونا نرحب من استوديوهات التلفزيون الأردني بسعادة النائب الدكتور هايل الودعان الاتعجا أهلا وسهلا فيك سعادة يا مرحبا علي هذه العلاقة علاقة مميزة نعم لم تأتي من فراغ أولا هناك جهود كبيرة جدا لجلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي إرادة قوية جدا وهناك أيضا محبة ما بين الشعبين على كافة المستويات ما هي أوجه النجاح في تلك العلاقة؟ شكرا حقيقة زي ما تفضلت بلا شك أن العلاقات الأردنية المصرية تكتسب أهمية خاصة وهذا حقيقة نظرا للعلاقة الأخوية المميزة التي تربط بين قيادة البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني بأخي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبالتالي هذا إنما هو ترجمة حقيقة للعلاقات التاريخية الأخوية المميزة الراسخة والمتدرة التي تجمع بين البلدين الشقيقين بما فيه حقيقة مصلحة البلدين ومصلحة الشعبين ولربما زي ما تفضلت فيه كثير هناك أفاق ومجالات تلتقي فيها لعل أقول تعزز من هذه العلاقة وتعمل على تطويرها إن كان في المجالات السياسية إن كان في المجالات الاقتصادية الاستثمارية والثقافية والتعليمية وما إلى ذلك ونعرف حقيقة أن الأردن الآن في مصر تكاد أقول أن أكثر ما يميزل الآن العلاقات الثنائية اللي دعيني أقول اللي هي لربما تكون متكررة ما بين قيادة البلدين لا بل على صعيد الوفود المتبادلة في كافة القطاعات وهاي حقيقة بتعكس عدراً للمقاطعة دكتور العلاقة تأسست منذ استقلال الدولة الأردنية في عام الستة واربين لكن نود أن نركز ما بعد ثورة يونيو ما هو السر في هذه العلاقة التي أصبحت بارزة في كافة المستويات نعم بالضرورة وبعدين ثم أنه الآن هي أصبحت حقيقة هي علاقة نموذج العلاقات العربية العربية الناجحة والمميزة كما أسلفت حقيقة في حديثك وهذا حقيقة له دور كبير فيما يخص هذا الجانب بدون أن ننسى حقيقة قنوات التنصيق والتشاور لما بين الأردن ومصر خصوصا في المجالات السياسية دعيني أقول وأن هناك حقيقة تقارب دعيني أقول في وجهات النظر حيال قضايا وملفات عربية وإقليمية ودولية على أن يقول قد تصل حد التطابق بهذين يمكننا تحدث عن ملف القضية الفلسطينية نتحدث عن ملف الإرهاب عن علاقات العربية العربية والحرص القيادتين على تصفية الخلافات العربية وتنقيتها والعمل العربي المشترك وحل الأزمات والقضايا العربية في إطار البيت العربي وهذه أيضا أنا باعتقادي قضية مهمة جدا ونحن نعرف بالنسبة للقضية الفلسطينية لا شك أنه هناك تقارب كبير وكبير جدا فيما يخص هذا الملف في كل قوة ما بين الرئيسين في هذا الموقع القضية الفلسطينية في هناك حقيقة والابتالي القيادة البلدين تلتق حقيقة فيما يخص ملف القضية الفلسطينية على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من 1967 وتأكيده بحقيقة على الوصايا الهاشمية على القدس والأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ودور الوصايا حقيقة في الحفاظ على القدس والمقدسات وحويتها ومعلمها دكتوري الآن ما جعل هذه العلاقة تكون متجدرة بشكل أكبر جدا وما عززها هو موقف الأردن ما بعد وأثناء ثورة 30 يونيو موقف القيادة والشعب الأردني اتجاه هذه الثورة نحكي في هذا الموضوع وكيف نظر الأردن لهذه الثورة هو بلا شك أن الأردن تعرف حقيقة رحب في هذه الثورة هذا شيء معلوف وبالتالي وهذا عكسة حقيقة العلاقات التي أنا حكيت عنها والاهتمام قيادة البداية في تعزيز هذه العلاقات بينهما وأنا زي ما أسلفت أن حقيقة العلاقات في حرص حقيقة كثيرة لا من ما فيه تنسيق وتشاور أردني مصري حيال الملفات والقضايا خليل يقول لتشادها المنطقة لا بل ولا نظير وربما أدعيني أقول الآن الدور اللي بتلعب الدبلوماسية في كل البلدين حقيقة إنعكاسا للدور المحوري لهم في المنطقة في مواجهة التحديات والأخطار لتواجه المنطقة وتواجه الدول العربية التحديدة نعم سعادة النائب السابق الدكتور هاي الودعان أليد عجاء المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية أهلا وسهلا فيك في برنامج بيتلالكل شكرا شكرا يعني بعد مرور عشر سنوات الآن والإعلام دائما هو العين الرقيبة أيضا على ما يحدث من حراك في الشارع وما يحدث في البلد بشكل عام أنا بدي أحكي لك يعني إحنا شاهد عليان على كل مرة كيف من شاهد التطور من شهر لشهر في مصر في تغيير في تغيير إيجابي واضح سواء كان في البنية التحتية في المشاريع المزاج العام للشارع المصري فبعد عشر سنوات كيف تصف لنا التطورات التي حدثت في مصر في العشر سنين دول كان فيه معركتين مهمين جدا معركة كنا بنطلق عليها معركة البقاء وهي معركة كانت مع الجماعات الإرهابية لأنه كان فيه استهداف لكسر هذا البلد فدي كانت معركة للبقاء معركة وجودية يعني والمعركة الأخرى هي معركة البناء مصر اخترت بزكاء شديد جدا القيادة السياسية يعني كان يمكن أن يستسلم لأنه نحن بنحارب الإرهاب يعني يعود سنين طويلة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة زي ما بيقولوا وكل أي حد يتكلم عن أي مشروع أو أي مطالب أو أي تطوير في أي حاجة مثلا فيقولوا يعني خلونا نخلص بس الإرهاب الأول إحنا عندنا إرهاب ويمكن كان يستمر ده فترة طويلة لكن في نفس اللحظة اللي أنت قررت فيها تخوضي معركة البقاء ضد الإرهاب فأنت قررت تخوضي معركة بناء لأنه البلد كانت مفتتة تمام منهارة تمام البنية الأساسية فيها إحنا كنا عايشين ده يعني كنا شايفينه بالإضافة إلى أنه فيه إمكانيات كتيرة جدا في مصر ما كانتش مستغلة يعني إحنا كنا عايشين على أقل من 7% من هذه المساحة الشائعة الشاسعة أنت بعد عشر سنين هذه المساحة تضعفت الآن يعني بالمدن الجديدة بالاستصلاح الأراضي اللي حاصل بالامتداد ده فده مثلا سمر من سمار هذه الثورة اللي بدأتي تبني فيه نقطة مهمة فيما يتعلق بالإعلام يعني أنا هذكر لحضرتك أنه بعد ما تولى الرئيس أفتح سيسي في 2014 عمل اجتماع مع الإعلاميين واللوم إحنا عندنا معركتين معركة خارجية ومعركة داخلية قال لهم أنا بالدبلوماسية السياسية وهنتولى المعركة الخارجية لأنه كان دول كتيرة جدا معاطعة مصر ومنظمات كتيرة جدا معاطعة مصر الإعلام الدولي بيشوه الصورة تماما فهو قال إحنا يعني بالدبلوماسية الرئاسية واعتقد أنها حققت إنجازات يعني تحول الخصوم مش مجرد أصدقاء لا إلى حلفاء يعني ودي نقطة مهمة جدا لكن وقال إنه الإعلام أنتوا بقى الإعلاميين عليكم المعركة الداخلية لأنه كان فيه إدراك أنه يعني هذه الجماعة لن تترك الجابهة الداخلية المصرية مستقرة هتفضل تضرب بالشائعات وبالأخبار الكاذبة هي تعمل نوع من عدم الاستقرار من نوع من القلق اللي هي تشيع مناخ يعني تشاؤمي بشكل كبير جدا حرب نفسية لا يوجد أي إنجاز تشوهه إننا جينا نعمل القناة القناة السويس الجديدة فيقول ملهاش لازمة طب العاصمة الإدارية لأ دي أجذوبة وفنكوش طب الاستسلاحة الأراضي يقولك يعني ده منهج فكانت مهمة الإعلام هنا مزدوجة لأنه كان فيه حرب على الإعلام المصري لإفقاد الناس الثقة فيه يعني هو هيبدأ يعمل حرب نفسية على الشعب المصري فاللي هيتصدى لهذه الحرب النفسية أو الطرف التاني فيها هيبقى الإعلام المصري فكانت عنده مهمة المهمة الأول إنه يضرب بإصدقية هذا الإعلام ويشوهه ويقولك إنه منحزل النظام وإنه بيطبل للنظام وإنه يعني اللي بيشتغلوا في الإعلام دول ويشوه عناصره ويشوه عناصره ثم يقول فكان الإعلام عنده مهمة مزدوجة اللي هو تعزيز الثقة فيه إنه في الآخر هو إعلام وطني يعني لدرجة إنه الإعلامين كتير يعني أنا واحد منهم وطنوا جماعة طب أنا لما جا دافع عن بلدي هل أنا محتاج مبرر يعني إن أنا أبرر إن أنا بدافع عن بلدي أو إن أنا بدافع عن جيش بلدي أو إن أنا أمدح حتى وقسني على جيش بلدي هل أنا محتاج مبرر هل ده يعتبر عيب هم بدأوا بتكنيكات معينة يحصروا الإعلام في الزاوية دي فدي كانت مهمة نكتبني ثقة ثم إنك تشتغلي على الجابهة الداخلية عشان تبددي وتفنيدي في كل الشائعات اللي بتتقال وكل الأكاذيب اللي بتتقال وكان وده أمر صعب بالمناسبة لإنه إحنا بتأثير السوشيال ميديا بتأثير التكنولوجيا إحنا في عصر إنه الناس بتصدق اللي بتسمعه أكتر ما بتصدق اللي بتشوفه يعني ممكن يكون بيشوف بعينيه على الأرض حاجات لكن هو بيصدق اللي بيسمعه ثم إنه الناس بتميل بتكوينها لفكرة المعارضة الصاخبة والكلام والأسرار وهو أي آخره الكلام بيبقى على الإنجازات وممكن يبقى تقيل شوية على الناس أنا أقول لحضرتك على حاجة كنا مع الرئيس في توشكة مرة وبعدين قال أنا شايف إنه الإنجاز اللي إحنا بنعمله هو هيبقى أقوى جهاز إعلامي على الأرض يعني المواطن اللي هو وفيه حد بيشككه فهو يمكن يلاقي نفسه مثلا في قرية فالقرية دي دخلة في مشروع حياة كريمة فهو بيلاقي إن فيه تطوير لما هيمشي على طريق كان بيروح مشوار في خمس ساعات فلما يمشي في ساعتين فيعرف إن فيه إنجاز حصري وهكذا وعايز أقول على حاجة كمان ودي ناس مش واخدة بالها منها ناس نتكلم عن أزمة اقتصادية البلد وقفة على رجليها بفعل إنه فيه من 2014 لحد 2019 أو لحد 2020 قبل كورونا وبعد كده الحرب الفترة دي البرنامج الإصلاح الاقتصاد اللي بدأ من 2016 خلال الأربع خمس سنين دول عوائد هذا البرنامج هلم خلال البلد وقفة على رجليها يعني لو ما كانش فيه هذا البرنامج برنامج الإصلاح والناس اشتغلت لأ كان الوضع بقى أصعب من كده بكتير فتلاقي الناس في شهر رمضان كان فيه حاجة في المحطات الأجنبية وبعض المحطات العربية كانوا مشغولين جدا بمائدة الشعب المصري في رمضان اللي هو لدرجة إنك تستغربي يعني مثلا ليس إن أو بي بي سي أو يعملوا تقرير على السفرة بتاعت المصريين في رمضان إلا هينقصها عشان فيه عندهم أزمة اقتصادية وبيواجهوا مشاكل فتلاقي إنه شهر رمضان ده تحديدا كان شهر الناس لا اشتكت من أزمة ولا اشتكت من السفرة بتاعتهم نقصة حاجة لإنه فيه سر فيه سر هين ناس المصري هين ناس بتشيل بعضها وده اللي مخلي حالة من الاطمئنان إنه الأزمات دي مهما يعني كانت قاسية لكنها تعد وده اللي مخلي كمان لو بيكلم بقى على العلاقة مع الدول العربية وبين مصر النظام ده تحديدا كمان على عكس أنظمة أخرى كان بيبقى فيه أيام عبد ناصر كانت فيه مشاكل مع دول العربية أيام السلات كانت فيه مشاكل مع دول العربية أيام مبارك هذا العصر يعني بيشتغل بإنه بسياسة صفر مشاكل اللي هو إحنا العرب بدل ما نبدد جهدنا وقدراتنا في الصراع خلينا نستثمرها بالزبط خلينا نخدك ونروح إلى فلسطين وفلسطين حنتوقف هناك لأنه الحقيقة زي ما قال الدكتور محمد الباز إنه مصر كانت حليفة قريبة مع دولها العربية هم كمان حسوا بنفس المشهد فيه الحقيقة أشقاء عرب كمان أعتقد إن كانوا بيهتفوا مع الشعب المصري الصورة كانت موجودة على كل الشاشات العربية المواطن المصري في الشارع الشارع المصري صوته عالي جدا بيهتف لعودة مصر وتحيا مصر وكانت الأصوات العربية كمان بتتوازى في علوها مع الشارع المصري إلى فلسطين بالبداية قليلا أقول أوجه تحييه للشعب المصري وقيادة المصري وخاصة رئيس السياسي ولكن نحن كفلسطينيين عنينا ما عنينا من ما يسمى بطولة الربيع العربي والتي دمرت الدولة الوطنية ووضعتها في منطق حرجة جدا جدا نحن كفلسطينيين نرى في عمقنا العربي وامتدادنا العربي هو مصدر قوة إنه في مواجهة الاحتلال حينما تعرضت دولنا الوطنية العربية خاصة في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي القاهرة وفي سودان وفي بلدان أخرى لهجم كبير جدا تحت عنوان عملية التغيير والديمقراطية وكانت هي عمل فشل كبير وحتى من رعى هذه العملية كلها هو في الأخير قال لن نستطيع أن نحقق نصرا كبيرا وحينما وصلوا الأخوان المسلمين في مصر شعروا الكل الفلسطيني بأنه هناك فيه خطر كبير حتى يتهدد قضيتنا الوطنية الفلسطينية ولكن كانت مشاعرنا مع أخواتنا المصريين لأنه كمان تغيير الدولة المصرية وضرب هذه الدولة العميقة تاريخيا كان أيضا يشكل على طليع العربية الموجودة اللي بتقودها مصر مصر لها تاريخ طويل جدا مع القضية الوطنية الفلسطينية ولكن حينما نزل الشارع المصري 30 يولو وأكثر من 30 مليون في الميدان شعرنا أنه هناك ما زالوا العرب وأخواننا في مصر قدرين أن يتصدوا لهذه الهجمة الغربية الاستعمارية التي كانت تدفع باتجاه تسلم مقاليد الحكم للإخوان المسلمين حتى نفذ مشاريعهم في المنطقة أنا بأعتقد هذا كان نجاح كبير وخففت الضغط حتى على الأردن وأنا علاقاتي جيدة مع دول عربية وأيضا خففت الضغط كمان حتى على سوريا وعطتهم نفس هو قدرت حدث صمود كبيرة أنا بأعتقد هذا الدول الإخوان حصر في المنطقة والآن شعوبنا أكثر يعني معرفة وأكثر قدرة على تحديد من هم يوثلهم في المنطقة لذلك نقول كل التحية للثورة المصرية ونعتز فيها ونعتبرها أوصلتنا إلى بر الأمان شوف بالبداية نحن في فترة حكومة مرسي والتي لم تستمر أكثر من عام وجيد أنها لم تستمر طويلة ولكن كان أثرت على قضيتنا بشكل كبير كان هناك في هجم على سبيل المثال على الإخواننا في قطاع غزة صدر البيان وقف اطلاق النار تحت عنوان وقف الأعمال العدائية بين الطرفين يعني هذا كلام لم يمر في التاريخ الوطني الفلسطيني ولا في العلاقات المصرية الفلسطينية أن يضغط الحكومة التي كان يرأسها في تفتك المرحلة محمد مرسي والتي دفعنا وصلنا لحالة أنه نعتبر عمالنا عددية لكن ما بعد وصول الثورة المصرية ووصول القيادة المصرية الجديدة نشعر نحن بالإطمئنان تأمننا فيكم الكثير خيرا وكنتم بقدر المسؤولية الشعب المصري حين يصل للميدان يعني نحن نعتبر أن نحن بخير أنا من الجيل الذي تربى وسمع صوت العرب كنت أسمع عبد الباصط عبد الناصر وأم كل ثوم وأعتقد أن كل جيدنا تربع الوطنية وعلى المد القومي شكرا للشعب المصري الذي أنقذ المنطقة من حالة انهيار كامل لو لم تكن الثورة الثلاثين يونيو كيف كان سيكون واقع مصر اليوم ولذلك ارتداد ليس على صعيد الداخل لمصر لأ كان هيبقى واقع بص خلينا نتكلم بواقعية يعني كانت هتبقى في مشكلة كبيرة جدا في البلد لأنه ناس كتيرة كانوا هيمشوا في ركاب الجماعة كويس لأنه احنا اكتشفنا أنه في ناس كتير كانوا مخبيين أم إخوان وفي ناس تعطفت وبعدين في الثقافة الشعبية أنه هو بلدك فين يا جوحى فقال لهم اللي فيها امراتي يعني اللي هو ايه هتكتر الخلال نايمة تذهب هتكتر بالإمكان مصر تفقد واحد من أهم خصائصها كويس ما أنا هقول لحضرتك لكن الفكرة هتكتش بتقول لو ما كانتش تمت لو ما كانتش تمت أو كانت فشلت أنا لو كانت فشلت أنت كنت هتلاقي مشهد يعني يكشف بقى عن معدن هذه الجماعة كنت كنت هتلاقي مشانق في التحرير لكل القدى وكل الناس اللي عملوا الحراك ده وهم ما كانوش هتورعوا بدا لأنهم بيقول للناس باسم اللا يعني يعني هو بيعتبر أنه هو القتل ده وسيلة من وسائل التقرب لكن أنت كنت هتلاقي دولة متخلفة جدا هتلاقي دولة منبوزة وعندها مشاكل مع الإقليم بتاعها بشكل أساسي لأنها كانت هتقوم بتصدير النموذج يعني زي ما حصل في الإقليم يعني هتلاقي بيصدر هذا النموذج لأنه عنده حلم بالخلافة طب هو خد درة التاج وذلك هي الفكرة أن الدول العربية بس مصر في بعض التعبيرات يقول لك أنه مصر دي أكبر مطب صناعي في التاريخ اللي هو الصالبين لما جم ففضلوا ماشيين لحد المطب الصناعي ده فأطموا سطو وبعدين التاتار جم فتهزموا هنا فمصر بهذا المنطق أكبر مطب صناعي وقفت المخطط بتاع التفتيت وقفت مخطط الجماعة أن هي في اعتقدها تعيد دولة الخلافة مرة أخرى تكمل رابعها إذا كان هذا هو الأساس اللي كانت جايله فأنت كانت لا مش هتلاقي الأردن مش هتلاقي الأردن مش هتلاقي العراق مش هتلاقي السعودية مش هتلاقي الإمارات مش هتلاقي قطر مش هتلاقي مش هتلاقي دي كلها تتحول إلى ولايات بقى في الدولة اللي هما كانوا عايزين يعملو وده كلام مش على سبيل التحليل ده كلام قاله أبروحمن شلقا فيه كتابه بعد مقتل القزافي طلع كتاب مهم جدا نتكلم على هذا المخطط اللي الجماعة كانت بتشتغل عليه إنها تحول الدول العربية إلى ولايات ويبقى فيه الخليفة إخواني أين كان بقى هم كانوا هيتفقوا على مين فما كنتش هتلاقي دول العربية بالمعنى المتعرف عليها عشان كده لما بقول إنه هذه الثورة يعني رفعت السكين من على رقب الدول العربية فأنا لقوا بالغ إطلاقت دكتور محمد يعني فيه كتاب أنا قرأته شخصيا اللي هو مصر ما بعد الثورة مصر ما بعد الثورة مصر ما بعد الثورة هل كان من النقاط الدكية للقيادة المصرية بأنها دخلت في تحالفات وهي قاعدة في العلاقات الدولية حتى لأنه إذا أرادت أي دولة إنها توصل إلى القوة للباور فلازم تدخل في تحالفات وعلشان هيك اتخذ الرئيس السيسي يعني نقطة ذكية جدا وخطوة ذكية بأنه دخل في تحالفات حتى تعطي مصر هاي الباور الآن الإعلام بستطيع إنه من خلال هاي النقطة يتنبأ الإعلام بأنه مصر إلى أين هي الآن داهبة مصر الآن خلينا نتلاحك في نهاية حلقتنا بأشياء حلوة لا لا فيه تحدي فيه تحدي كبير جدا إنه مصر يعني هتتجاوز إن شاء الله بتجاوز الأزمة الاقتصادية اللي موجودة لأنه التخلي يعني الناس اللي قدرت تكرر مصرها وتسترد بلدها في 30 يونيو الثورة دي فيها ملمح ما حدش واخد باله منه إنه كل المظاهرات اللي كانت بتحصل في المحافظات كان عندها هتاف واحد بدأ من إبريل يعني إحنا بنتكلم على الثورة 3 يوليو كان البيان إحنا بنتكلم على إبريل 2012 أو 2013 كانت كل المظاهرات اللي موجودة في القاهرة في الدهلية في أسيوت في أسوان في سكندرية كان عندهم هتاف اللي هو إيه أنزل يا سيسي مرسي مش رئيسي قبل الثورة وده كلام موسق بالفيديوهات يعني فيه فيديوهات على اليوتيوب فتلاقي فيه مظاهرة في المنصورة بتهتف هذا الهتاف في كل المحافظات ففيه اتفاق اتفاق غير مكتوب يعني الشعب ما قاعدش مع القائد أو مع وزير الدفاع وقتها واتفقوا مع بعض فيه اتفاق غير مكتوب إنه هاز الرجل هم شايفين فيه إنه يقود الأمر ولما قامت الثورة وأعلن البيان وده أنا أعرفه جيدا لم تكن هناك لدى الرئيس حفتاح السيسي برغبة أو نية إنه يترشح وكان مترددا هو كان اعتبر إنه قام بيه الدور كانوا كقائد الجيش نحاز إلى الشعب وانتهى الموضوع ثم إن الشعب بقى يعني يختار أو يشوف من يقود في هذه المرحلة وطلع الماصرين عملوا يعني أكثر من دعوة كان منها مثلا كمل مشوارك وناس طلعت كمل جميلة وطلبوه بالترشح الفكرة دي الحلف ده لإنه هو هو الأول حصل تحالف ما بين القائد وما بين الشعب قبل حتى عقد التحالفات الخارجية هذا التحالف إحنا مؤمنين أنا مش مؤمن بنظرية المؤامرة ولا حاجة بس أنا مؤمن إنه مصر فيه جهات كتيرة جدا ولا تريد الخير لمصر أمؤمن بده بدليل الظواهر اللي موجودة قدامني النظرية اللي بتقول إن القوى الإقليمية والقوى العالمية شايفة إنه مصر لا يجب أن تسقط ولا يجب أن تقوم يعني تفضل فيه المنطقة اللي هي يعني لأنه هي لو سقطت هتبقى كارثة على الإقليم ولو قامت ففيه قوى أخرى عايزة تقود ففيه طول الوقت إحنا عندنا هذا الإحساس الأسباب الأزمة اللي موجودة ده التحدي الأساسي لكن بعد هذا التحدي بعد عبور هذا التحدي أو عبور هذه الأزمة اللي موجودة أنت تكلمي عن بلد بالفعل بلد مكتمل إحنا بنروح نشوف يعني لما بنحضر الافتتاحات الرئاسية للمصانع وللمدن بنشوف بنشوف مصر الحقيقية يعني أنا هقولك مشهد أخير يعني ناس تعرف بيه كان عندي تصوير فيه اللي هو في البحرية في الإسكندرية في الترسان البحرية تمام وبعدين دخلت شفت الأسلحة وشفت فأنا قلت فعلا يعني الإخوان لما كانوا يهددوا يقولك إحنا نقدر وإحنا هنقف قدام الجيش هم يعرفوش الجيش هم حاشوا في جيش المصر فعلا يعني لما الرئيس مرة قالي اللي انتو بتشوفو ده لا يمثل واحد في المئة من الجيش المصر ده حقيقي يعني بنروح وبنشوف على الأرض لا جيش مصر حاجة كبيرة والرهان الحقيقة على الجيش لأنه الجيش أصبح مختلف كاليمي على كفاءات في مختلف المجالات طبعا الصورة اختلفت تماما كتير فأنا أنا مش مش من نوع اللي هو ايه أنا متفائل كده ببلاها أو إن أنا يعني لأ بحسبة التاريخ بيأكدها الجغرافيا بتأكدها وطبيعة الشعب المصري بتأكدها ممكن ممكن يمرض لكن لا يموت يعني الشعب المصري خي بظن من أراده لمصر كمكون حضاري كوني أرادوا له الخراب وأرادوا له الدمار وأرادوا تقذيبه هذا كيان أو هذا مكون يعني يتربى على عشرة ألاف عامل الحضارة لن ينالوا منه ممكن أكثر هو بس مش خيب أملهم هو سيخيب خيب ظنهم أكيد وسيخيب ظنهم الجنيد طبعا أنا بنا نشكرك أنا سأترك لشافك خاتمة القول لكن أجمل ما فيه هذه الحلقة أنها جمعت بين يعني مفصلين هامين الثورة الثلاثين من يونيو والتي تتزامن مع احتفالنا بعيد الأضحى المبارك كلاما أنت بخير بدنا نشكر حضورك وكل ما أفطني في هذه الحلقة الخاصة من بيت للكل أنا كمان بالتالي أشكرك شكرا جزيلا يعني كاتبنا الصحة في دكتور محمد الباز وزاملنا الإعلامي كل التوفيق وتفضل الكلمة حرة طول الوقت أكيد وتبقى شاهدة على العصر لأنه يعني ما شاهدناه جميعا في 30 يونيو ملحمة حقيقية زي ما قلنا كلنا تدفرت فيها تحت عنوان مصر لازم ترجع بهويتها وطنيتها صحيح أشكرك شكرا جزيلا أن نورتنا في بيت للكل ونورتنا في هذا التكامل وعايزة أقولك حاجة يا لانا لو لم تكن ثورة 30 يونيو ما كانتش هيبقى فيه بيت للكل أصلا يعني بيت للكل برضو ما كانش هيكون فيه بيت من أصلا خالص لا للكل ولا للنص نشكركم شكرا جزيلا كل سنواتوا طايبين مشاهدين على الكرام صحيح محدش أنا مش ناسية أنا مواطنة مصرية فاكرة كويس قوي اليوم وفاكرة صبيحة القلق والبيت والناس طب هننزل يا ترى الناس هتنزل ملحقناش نقول يا ترى لأنه كانت طفان يعني ما كانش ليك مكان في الشارع تلحق تحط بس قدم واحدة فيه الحمد لله عادت مصر عشر سنوات من البنى والتعمير ولسه الطريق قدامنا كتير مستقبل مصر واعد وبإذن الله كله خير وسلام كل سنواتوا طيبين عيد سعيدة على الجميع بحيي كل مشاهدين الموجودين الأردن العراق فلسطين وأهلنا في مصر وشعبنا وجيشنا كل سنواتوا طيبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة